أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما زقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل أينيك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفرعون إن الذين كروا سواء عليهم أنبتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم رجاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخدعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا مخشع وما يشعرون في قلوبهم مرضا فجادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في العرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقفوا فآمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنا معكم إنما نحنوا مستهجعون الله يستهجع بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الثلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوخذ نارا فلما أضاءت ما حله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبسرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم يجعلون أصابعهم في آذانهم من السواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكادوا البرقوا يخطفوا أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أغضم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس وابدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على حدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات أن لهم جنات تجريم تحت الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وآتوا به متشابها ولهم فيها أجواج متخرة وهم فيها خاددون إن الله لا يشتحي أن يغرب مثل ما بعوذة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يظلوا به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يظلوا به إلا الفاشقين الذين ينقضون أهل من بعد ميساقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصغ ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترشعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم اشتوا إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عين وإذا قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبع بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها أولئي إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئ بأسمائهم ألما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم تبدون وما كنتم تكتمون وإذا قلنا للملائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلي سابا واستكبر وكانا من الكافرين وقلنا يا آدم شكرا أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدون ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتي أنكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحجنون والذين كفروا وكذبوا بآيات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمات التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوفي بأهدكم وإيايا فرهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم لا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمانا قليلا وإيايا فاتقون ولا تلبشوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكين أتامرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشرين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمة التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تسي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذا نجيناكم من آل فتعون يشومونكم شوء العذاب يذبحون بناءكم ويشحرون نشاءكم وفي ثادكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا أل خرعون وأنتم تنظرون وإذ وعد موشى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تحتدون وإذا قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فجاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذا قلتم يا موسى لنؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الشاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنجلنا عليكم المن والشلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يغلمون وإذا قلنا ادخلوا هذه القرية فكلا منها حيث شئتم رغدا فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعساك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس واشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذا قلتم يا موسى أن نصبر على طعام واحد فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفقومها وعدشها وفصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبذوا مصرا اهبذوا مصرا فإنا لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمشكلة وباء بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هدوا النصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحجنون وإذا خذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم واضطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكمتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذا قال موشى لقومه إما الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هجوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عون بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفرا راء فاقع لونها تشهر الناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ماهي إن البقرة شابها علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنه بقرت لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذا قتلتم نفسا فاتاراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقم ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفزر كل أنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يعبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقدوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون ولا يعلمون أن الله يعلم ما يشعرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشعروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون وقالوا لن تمسم النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب شيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذا أخذنا ميثا خبني إسرائيل لا تكون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذرق ربا واليتاما والمساكين وقود للناس حسنا وأقيموا الصلاة وتستكت ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم موارضون وإذا أخذنا ميثا خبني لا تشفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم قررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإذن والعدوان وإن ياتوكم أشارة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خجعوا في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافر عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتين موسى الكتاب وغفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس أذى كلما جاءكم رسول بما لا تعوى عن نفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم الكتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبله يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فره على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمنوا بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مشدقا وهو الحق مشدقا لما معهم قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم مرشا بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور قذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم لعجل بكفرهم قل بأس ما يعمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم أحرص الناس على الحياة ومن الذين أشرقوا يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بزير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مزدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وفإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفروا بها إلا الفاسقون أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مزدق لما معهم نبذا فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تفر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملك من بباب دهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يقولا إنما لحن فتنة فلا تكفر تعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضرين به من أحد إلا به إلا آه ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم ولو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشرقين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما نمسخ من آية أو ننسيها ناتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضر سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فافافوا واسفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحسنون فقالت اليهود ليست النصار على شيء وقالت النصار ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مشاجد الله أن يذكر فيها إشمه وشعى في قراب هؤلاء كما كان لهم أن يدخلوها إلا قائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عظيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تاتين آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قول امتشابات قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولم ترضى عنك اليهود ولا النصار حتى تتبع ملتهم قل إنا هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاصلون يا بني إسرائي دذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبلوا منها عدل ولا تنفوها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمه النفق لأني جاهلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا يناد أهد الظالمين وإذا جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مشرى أعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل عن أحضر بيتي للصائفين والعاكفين والركع السجود وإذا قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قالوا من كفر ظأمت يوه قليلا ثم أثره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العديم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله استفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر ياقوب الموت إذا قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونه دنعوا نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزلا إلينا وما أنزلا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأصباط والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكثيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل أتعاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إنا إبراهيم وإسماعيل وإسعاق ويعقوب والأصباط كانوا هودا أو نصارا قل أنتم أعلم أم الله ومن علم ممن كتم شهادة عنده من الله ومن الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يعد من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك شعناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا للعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليريع إيمانكم إن الله بالناس لرعوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها ولي وجهك شطر المجيد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بقاخد عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلة وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت هو أهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإنا فريقا منهم ليكتبون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بقافد عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولي وجهك شطره لأن لا يكون بالناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تحددون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزديكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فلنبلونكم بشيء من الخوف والذوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر السابرين الذين إذ أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أويعت ورفلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكل عليهم إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم لا إمون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينضرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إنا في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تشري في البحر بما أن ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبثا فيها من كل دابة وتشريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقدون ومن الناس من يتخذوا من دون الله أندادا وحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقصعت بهم الأشباب وقال الذين اتبعوا لو أننا لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يوريهم الله آمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كذوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يعمركم بالشوء والفحشاء وأن تقودوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفين عليه آباءنا أولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كذوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتز والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن الضر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله ظفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشهرون به ثمنا قليلا أولئك ما يعقلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على المعر ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تؤلوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبي ذوي القرطى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائرين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتبا عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمنع فيا له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص عيات يأولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذ حضر أحدكم الموت إن ترك خير الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين أن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موس جنافا أو إثما فأشرح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معذودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مشكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم خيرا لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولألكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام رففوا إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم وأن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفرج ثم أتموا السيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لا أن لكم تفلعون وقاتلوا في شبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقاتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرومات قصاص فمن يعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله وعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والغمرة لله فإن أحصرتم فما استغسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى ما حله فمن كان منكم مريضا أو به ألا من رأسه ففدية من صيام ففدية من صيام أو صدقة أو نشق فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استغسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذ رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المجد حرام واتقوا الله وعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرضى فيهن الحج فلا رفف ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزاودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فيذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالين ثم أفضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناشككم فاذكروا الله كذكريكم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إسم عليه ومن تأخر فلا إسم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سا في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فعزبه جهنم ولا بئس النهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رءوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقذي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويشخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يجاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه إلا الذين أنتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو قره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفكرة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجلوا وجاهدوا في سبيل الله أولئك ويرجون رحمة الله والله وفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطونهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكح المشركات حتى يؤمننا ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيذ قل هو أذن فاتزلوا النشاء في المحيذ ولا تقربون حتى يطهر فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرف لكم فاتوا حرفكم أن ناشئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وألموا وألموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا لله أرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم والله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يألون من نسائهم تربطوا أربعة أشهر فإن فاء فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قدوء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحلوا له من بعد من بعد حتى تنكع زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن الله أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النشاء فبلغنا أسلوهن فامسكوهن بمعروف أو شرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ذرارا ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزواء واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النشاء فبلغنا أجلهن فلا تعظلوهن أن ينكحن أجواجهن فلا تعظلوهن أن ينكحن أجواجهن إن تراضوا بينهم بالمعروف فذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى ذلكم أزكى لكم وأطهروا والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضي عن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلفوا نفسا إلا وسعها لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوالد مثل ذلك فإن أراد فصالا أن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذ سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعفلون بصير والذين يتوفون منكم ويذلون أجواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعمدون خبير ولا جناح عليكم فيما أعرفتم به من خطبة النشاء أو أكننتم في أنفسكم أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن شرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاهذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتموا النشاء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموشي قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنشف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقوموا لله إقانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم فيما فعنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لألكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف وحذر الموت وهم ألوف وحذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويطشط وإليه ترشعون ألم تر إلى الملئي من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم أذعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله فقال ألعسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخروا خرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالصالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم الطالوت ملكا إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن ياتكم الطابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوا الملائية إنا في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصلا طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم لا أقول الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما بلزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وذبت أقدابنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتين عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله اقتتلا الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللهم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا انفقوا مما لزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من دا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده عفظهما وهو العلي العظيم لا إكراها في الدين قد تبين الرجد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها الله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فآتي بها من المغرب ذبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي قاوية على علوشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعده قال كم لبست قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكشوها لحما فلما تبين له قال ألم أن الله على كل شيء قدير وإذا قال إبراهيم ربي أريني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن ياتينك زعيا وألم أن الله عزيز حكيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله الضائف لمن يشاء والله واشع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى الله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ذعصين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفا فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا إنفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولشتم بآخره إلا أن تعمظوا فيه وألموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتل حكمة من يشاء ومن يؤتل حكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو انذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقه من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقه من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعافف تعرفهم بشيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقه من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذلوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميشدة وإن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين آمنوا إذ تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يملله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكونوا رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تظل إحداهم فتذكر إحداهم الأخرى ولا يابى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسهموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا تكتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذ تباعتم ولا يضعر كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمنا بعضكم بعضا فليؤدي الذي اعت من أمانته فليؤدي الذي اعت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفروا لمن يشاء ويعذبوا من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا أغفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا عسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وافؤنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سوف أغفرانك ربنا على القوم الكافرين